حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال سمعت الحسن حدثنا عمرو بن طغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه شيء فأعطاه ناسا وترك ناسا وقال جرير أعطى رجالا وترك رجالا قال فبلغه عن الذين ترك أنهم عتبوا وقالوا قال فصعد المنبر فحمضا لها وأثنى عليه ثم قال إني أعطي ناسا وأدعو ناسا وأعطي رجالا وأدعو رجالا قال عفان قال ذي وذي والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي أعطي ناسا لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن طغلب قال وكنت جالسا طلقاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب أن لي بكلمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حدنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال ثنى عمرو بن طغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي أعطي أقواما وأرد آخرين والذين أدعو أحب إلي من الذين أعطي أعطي أقواما لما أخاف من هلعهم قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن طغلب قال قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول ثنى عمرو بن طغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما ينتعلون الشعر ولا تقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة حثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازمين حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن طغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة حثنا أسود بن عامر حدثنا جرير عن الحسن عن عمرو بن طغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقوى من ينتعلون الشعر حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال سمعت الحسن حدثنا عمرو بن طغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ترجمة نانسي قنقر